اشتركوا في القناة الدولة والشعب وجدار الأزمة السياسية المستعصية الفاصل بين القوى الحكومية التي ستجتمع اليوم. وحيث لم يفلح فض عروض المناقصات أمس والعلان عن الفائزين في التخفيف من حدة المواجهات التي ستستمر مدنيا السبت وسياسيا اليوم في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية. والشارع قد يصبح شوارع مع إمكانية تحرك جديد للتيار الوطني الحر في وجه اعتماد الأكثرية في التصويت على القرارات. كما أوحى الرئيس السلام اليوم في حديث إلى صحيفة الأخبار. في أي حال سنواكب جلسة مجلس الوزراء المقررة لملف النفايات. حيث الرئيس بر يطالب بإعادة النظر فيها وإلا إلغاءها. بنسبة إلى الأسعار المرتفعة والتي بررها وزير البيئة بأنها تشمل معامل للمعالجة والتحضير وتجهيز المطامر في وقت كانت سوكلين تشغل معامل موجودة. فهل من سيطالب أو سيقارن بين ما كان العقود التي كانت مقاعة مع سوكلين وبين العقود الجديدة أو شروط التعاقد الجديدة مع الشركات الفائزة لفعلا تبيان هذه الحقائق. وإن كانت الأسعار فعلا مرتفعة أو كانت سوكلين تأخذ فعلا أسعارا مرتفعة. حيث أمس حصل نوع من تبرئة دم من قبل البعض لسوكلين. وهذا طبعا بحاجة إلى أرقام تبرهنها. أم ستكتفي القوى السياسية فقط بأخذ حجة الأسعار لإلغاء نتائج المناقصات المحاصصة التي حصلت أمس في ملف النفاية. في حال سنتابع كما ذكرنا هذا الملف خلال جلسة مجلسة الوزراء. سنتابع أيضا ما يجري في عين الحلوة من اجتباكات مستمرة منذ أسبوع تقريبا. ومتقطعة. وهي تزداد حدة مساء أمس. وتجددت صباح اليوم من خلال منذبنا إدمونسسين. الذي سيغافينا أيضا برسالة. وسنتحدث بعمق أزماتنا. وبعمق. الحديث سيكون بعمق مع ضيفنا العميق في الحديث السياسي. الأستاذ نصر الصيغ الكاتب السياسي الذي اشتقنا له كثير. شكرا. صار له ثلاث سنين محتجي بمعتكيف عن تليفزيون. لا أعرف ما يوصف هذا الغياب. والذي نحن مبسوطين أنه رجع أي طل معنا من جديد. شكرا. نهارك سعيد. مرحب فيك. نهارك سعيد. يعني شو بتوصف غيابك أو هو قرار ذاتي له علاقة بأمور ما مخصة بالوضع الراهن. خلينا نقول الأفضل لماذا خرجت مال عزلة. هناك شيء جديد حصل في لبنان. هذا الشيء الجديد يتيح المجال لكلام آخر مختلف عما ساد في مرحلة السنوات الثلاث الماضية. عن هذا الشيء الجديد طبعا. سنتكلم. هذا الشيء الجديد اللي هو بخليره. خلينا بالأول بس نشوف حركة السير ونرجع نفوت معك بالتفاصيل. شكرا. بنا نبلش بأوتوسترادة جوني. نشوف ضغط سير باتجاه بيروت وحركة طبيعية باتجاه الشمال باتجاه طبرجة. هنا نشوف باتجاه صربة سير ماشي ولكن بضغط مثل ما ذكرنا. على جسر شعر حلو طريق المرفأ في حركة سيرة عادية. ساحة الساسين كمان حركة عادية. الحمراء في شوية عجقاء. المزرعة ما في عجقاء. طريق المطار في عجقاء. باتجاه بيروت طبعا عم نحكي. أما صيدة ما في عجقاء. حلو في عجقاء ما في عجقاء. أستاذ نصري شو الجديد اللي خليك تخرج من عزلتك. حلو كلمة استعملت كلمة عزلة بوقت عم نحكي عن شدار عازل. هناك شيء جديد حصل. هذا الجديد يفتح المجال لكلام مختلف عما كان سائدا في السنوات الماضية. والذي ما زال مستمرا. ولكن في كلام جديد وفي إمكانية لإيصال هذا الكلام لأناس ابتعدوا كثيرا عن السياسة بسبب ما آلت إليه الأوضاع السياسية التي لا مجال لشرحها وانظروا لشرحها والتي جعلت من الطبقة السياسية تقيم جدرانا فيما بينها ولكنها مشتركة معا في كل ما يحصل في هذا البلد ضد هذا البلد وضد ناسه. حملة النفايات أو طلعت ريحت ريحت كون والجمعيات المدنية استطاعت أن تخلق مناخا جديدا جعل الناس يهتمون أكثر بمعالجة قضاياهم وبالإمساك بها. خاصة وأن مسألة النفايات هي مسألة عامة شبيهة بمسألة الكهرباء وهي مسألة عامة والماء إلا أن النفايات ذات وجع خاص يومي وفي كل لحظة على مستوى الإحساس وعلى مستوى المشاعر وعلى مستوى التقزز والقرار هذا الشيء جعل الناس يقولون كفى فلنضع حدا لكلام لكلام كانت تقوله الطبقة السياسية ويكرره جميع الناس وللأسف يكرره أيضا الإعلاميون والفصحة التي كانت مفتوحة أمام الناس مع حيئة التنصيق أيضا أغلقت من خلال الطبقة السياسية تماما كما كان يحصل فيه كل مرة عندما تكون هناك نوع من حركة جديدة مثل حركة فليسقط نظام الطائفي بعد إطلالات الربيع العربي على تونس والمصر والتي أسكتت أيضا وأسقطت أسكتت وأسقطت من خلال ما يحصل حاليا والمحاولات لا تحصل لكي تبقى هذه الطبقة السياسية بخلافاتها واتفاقاتها مختلفين على أمور ومتفقين على أمور أخرى وضرورة لنعيد ونكرر ما كان يقال لأنه عمره أكثر من ثلاث سنوات ما الجديد هذا هو السؤال بس أستاذ نصري اليوم في أمل لهذا الجديد الذي حصل لأنه ذكرت سابقة أجهضت اليوم أستاذ جهاد الزين حكي عن موضوع كتبت عنه كمان حضرتك كتبت من أسبوع ما بعد يعني من فترة الشعب لا يريد إسقاط النظام جهاد الزين يوم يقول النظام النظام القوي والدولة التافهة يقول أنه هذا النظام قوي لأن الشعب بأغلبياته لا يريد إسقاط هذا النظام وبالتالي لا مستقبل سياسيا كما يرى لاعتراضات شباب رياض الصلح أو ما سيبقى منهم كما يقول خلالي هناك شيء غير اليأس الذي أدمنه في يأس أدمنون لبنانيين وهذا اليأس كان يعبر عنه فالج ما تعالج لا شيء سوف يتغير والأمور ذاهبة من سيء إلى أسوأ وإننا نرضى بمسألتين الليرة الضل مزبوطة والأمن ما يهتز الضل مستتب هاتان الدعامتان لللبنانيين كانت أساسيتان وهما دعامتان إيجابيتان خلالي نأكد هذا الشيء وهذا شيء يشهد لللبنانيين في ذلك أما وأن النفايات والكهرباء وواء الأخرى وكل ما له علاقة بحياة الإنسان اليومية وليس بتطلعاته السياسية أو بانخراطه في محاور الطبقة السياسية هذا الشيء الجديد جعل إمكانية أن هذا اليأس أن نخدشه وأن نزرع إمكانية لأمل ليس من أجل إسقاط النظام هذا النظام قوي جدا مفترس جدا والقابدون عليه يعرفون كيف يحافظون عليه وهم يهدمونه أقول حال يوم منقول عن الرئيس بري لزوار وفي صحيفة الحياة أنه لولا الطائفية في هذا البلد لكانوا المحتجون سحبونا من بيوتنا صحيح إذن هو نظام حامي هاتين مرة وهذا الشيء صحيح الذي يحمي هذا النظام هو الطائفية والذي يمكن أن يدمر هذه الحركة والتي يوقفها عند حدها عندما تدخل عليها أو الطائفية من داخلها أو عندما تواجه في الخارج بمظاهرات تخرج من أماكن لها طوابع مذهبية وطائفية فيصبح ذلك الثانوي المعتاد عليه هو الأساسي والأساسي الذي هو له علاقة بحياة الناس يصبح ثانويان وهذا هو الخطر ولكن أنا ما أحدا قال أنني بدي غير النظام وفيني غير النظام هذه حركة قد تستطيع في المستقبل أن تحشد قوى سياسية واجتماعية ومدنية من كافة الأطياف مبادئ والطواف لكي تحاول تعديل النظام أو تطبيق الدستور ليس المطلوب تغيير النظام اللي بيقولوا تغيير النظام هيك عبينيده يعني بالشارع في فرق بين الشعارات بين الشعارات إسقاط النظام الطائفي وهو شعار كبير جدا جدا لا تسقطه هذا النظام عمره من عمر القائم مقاميتين جرت محاولات كثيرة في الخارج وفي الداخل كان يترسخ أكثر اللبنانيون دخلوا في حرب 15 سنة فترسخ النظام الطائفي أكثر ولكن اسمحي لي اشرح وين نحن بهذه الطبقة السياسية وين تآمرت علينا تآمرت علينا بأنها لم تنفذ الدستور دستور اتفاق الطائف رسم خريطة طريق لقيام دولة المواطنة وليس دولة الطوائف ولا واحد بجيب سيرته فقط بيقولوا عبي يخرق الدستور هاي صلاحيات الرئيس السن بجلس وزراء ما هي حقوق المسيحيين وهذه كلها ليست أمورا أساسية ولا علاقة لها بمنصة عليه الدستور بس هل يخليون يخرق الدستور لأن هذا النظام كما وصفت عبقري استطاع إيجاد يعني معادلات ومقاربات هذا العبقري طلع له عبقري آخر اليوم بالشارع هذا العبقري طلع له عبقري آخر بالشارع ألزموا ألزموا على الملأ أن يعترف بأنه فاسد بأن هذه الطبقة السياسية فاسدة وبأنها مجوية وبأنه طلع ريحتها وأن هذا الكلام بس مشفريني معه جيد لأنه في مسألة أهم شيء عند الطبقة السياسية أنها لا تهتم بالمسألة الأخلاقية على الإطلاق ما بهمها على الإطلاق وهذا أهم سلاح أنه تنعطي بأنه هو فاسد ما علاش أما اليوم إذا استطاعت الحركة التي نشأت منذ أيام أن تصبح وسيلة محاسبة علنية وأن تصبح هذه المسألة وهذه المحاسبة هي اللغة الأخرى التي تسير ضد وإلى جانب اللغة السياسية المعتمدة التي فيها ما علاش فاسد سير إحرامي ما علاش مخارق الدستور ما علاش مجلس وزراء معطل ما علاش هذا كله ما علاش فيما أبيله فئة تستطيع أن تنمو وأن تتطور لكي تصبح أداة مراقبة شفناها كيف اخترقت يعني بعد ما اخترقت كيف اللي صار هذه النهار عمال شغب وخليهم ينسحبوا محاولة الاختراق نعم محاولة الاختراق المهم هؤلاء الشباب هل سيصبحوا مخترقين من خلال قيادتهم من خلال مسيرتهم أم لا لأن الاختراق حاولوا مرارا أن يخترقوا هيئة التنصيق أن يدخلوها في متاهات كثيرة ولكنها استطاعت إلى اللحظة التي انقضت فيها الطبقة السياسية على القيادة التي كانت موجودة وعزلتها وجاءت من موثل شرعيين للقوى وللطبقة السياسية وأصبحت هي تدير هيئة التنصيق هذا هو الاختراق ليس الاختراق الذي يصبح بالشارع ما عليك هذا يمكن أن تصفي هذه الأمور نفسها من خلال استمرار النضال من خلال التراكم من خلال النضال لتصبح حالة أو أكبر وأوسع شيء بسيط جدا تستطيع هذه هيئة بيانا كان بيان كثير منتاز لأجل يتفيد تحرك وبنفس الوقت وضع على الدرنامج فلتطالب بإصرار أن تكون المكاشفة المكاشفة اللي بنص عليها القانون بنص عليها حريط المعرفة المكاشفة على كل ما يتم داخل أجهزة الدول لبدءا بالعقود لماذا العقود وشروط العقود لا تكون علنية ولماذا تكون سرية هذا اللي طلبنا فيه المؤدمية فلذلك وحطوا لنا شروط عقود سوكلين ومؤارنوا بينتهم هذا ليس لغة جديدة هذا ليس أمل جديد الأمل ليس في وضع شعار مستحيل لكي نحبط فينا بعد الأمل كل الأمل في أن نضع مجموعة من الشعارات الدقيقة التي تلزم هؤلاء إما بأن يخضعوا أو أن يتمردوا ويكون حسابهم في الشارع كل ما تقوله انتهت بما عليك هذه النهار أن النظام باقي بسبب نجحته الفادحة وأفضح ما بلغوا لبنانيو أنهم بأكترياتهم المغلوبة يعني على قناعة بأن النظام أفضل من المجهول وبالتالي عم بيقول اليوم جهاد الزين أو ما من سيبقى منهم لأنه شوي شوي رح نشوفهم يمكن عم بي أو العكس أو العكس هذا شعبنا ليس كله منخرطا يعني مروا على تيئيس الناس وبالعكس على تحفيزهم طبيعي لأنه مثلا نقول نحن جميعا يأسين لا ساعتها بستيئاس بتقول أن هذا النظام لم يخشب هذا النظام المهترئ تستحقه وهذه العقوبة التي كتبت مرة هذه نفاياتكم ردت إليكم أيها اللبنانيون هذه النفايات اللي أنتم عاملين وطبقة سياسية ردت إليكم فضل شو شو بكتعمله ولكن من قال إن اللبنانيين كلهم طائفيون مين في ناس مش طائفيين غالبيتهم غالبيتهم فينا نقول غالبيتهم طائفيون خلينا نروح على من يقترع في لبنان ومن ينتخب منشوف أن الأكثر هي خارج الانتخاب وهي خارج أنه تمارس هذا الفولكلور بس عم تصير عم تصير خارج لبنان يعني حتى ما بدا يعني أنه اللي نزلوا على الشارع ولو بالألاف يعني كمان بعضهم نقلل والناس اللي معهم بالبيوت والناس اللي معهم بالبيوت بش إلال الناس اللي معهم بمشاغلهم بش إلال لا يمكن أن ينزل كل الناس إلى الشارع ولكن الشارع يستطيع أن يعبر عن شرائح موجودة في كل مكان ليست طائفيون في لبنان هم الأكثرية أبدا مثل ما بيقولوا اليوم أنه فيش طائفي أكبر من طائفي تاني فيش طائفي أكبر أنه مش السني أكتر من الشيعة والشيعة أكثر من الموارنة ولكن إذا جمعتيهم كله سوا وإنه لا يجمعون لأني مستضمين إذا جمعتيهم كله سوا بيطلعوا كتار خذي كل فريق من فرقاء الصراع السياسي إن الأكثرية هي الموجودة في بيوتها والرافضة لهذه الطبقة السياسية هذه الأكثرية الشعبية موزعة مش منظمة وهذه طبيعتها ولكنها عند أول لقاء صحيح وجداني حقيقي يربط السياسة بالأخلاق تستطيع هذه الفئات أن تعبر عن رأيها وأن تصمد وأن تدعم كل المهمة هو أن هذه النخبة هذه الكوكبة أن تستمر بالتدرج وأن لا تذهب بعيدا وأن لا تتكل على انتصارات قريبة أبدا إذا هذه الحراك ما عنده قيادة من هي القيادة اليوم أي حراك من هذا النوع ممكن إذا ما فيه قيادة وعنده رؤية واضحة لما يريد وهدف واضح ممكن أن يتحول إلى فوضى يعني شفنا شو صار بمصر شفنا بيصار بدول أخرى يعني وبالآخر فش له لا بلاش ويعني أن هذه الفئات ليست فئات عنفية هذا الحراك ليس حراكا عنفيا وأكبر تجربة وأفخم تجربة لأنه عندما بدأ العنف ولأنهم غير عنفيين لو يرجعوا قالوا نحن نتراجع إلى مواقع أخرى ومن أجل مواقع أخرى لأن العنف هو وحده أداة السلطة إن بواسطة زعرانة أو بواسطة استفافات الطائفية اللي ممكن تنزل بالليل اللي بتقطع طريق بالبقاء بتقطع طريق بالهرب بتقطع طريق بعكار وبيهددوا مثل ما هددهم بارع أنه تمام السلام مش لحاله كما بيهدد طيار العوني كما بيهدد طيارات أخرى شيعي وهكذا دوليك هؤلاء هذه وظيفتهم يعملوا شغلهم بدني يعملوا عنف هني يعملوا عنف وإنما يردون عنفا عنهم ويمنعون عنفا منهم أبدا بردوا عنف عنهم ويمنعوا عنف منهم هذه ضمانة هذه ضمانية كثير مهمة بالسياسة ضمانة تانية هو أن هناك فئات استطاعت في تونس وفي مصر في مرحلة من مراحل الغيريان أن تحتضن آمال الناس وأهداف الناس وهي الجيش لو للجيش ما في عنا ربيع بتونس ولا كيف في عنا فيما بعد تحول ديمقراطي للأسف الشديد تحول فيما بعد إلى ديكتاتورية بس الناس ما كان إلا علاقة فيها شاب دي لأن الجيش هو الحل لا أبدا لا ما نحن الجيش نبيش به طبقتنا السياسية أبدا هو نفس الشيء ومش أن أعبول هيك راجع فؤاد شاب ما كان يسترجع يدخل الشيء في مطرع يومتها كان الجيش جيش لأن هذا الجيش لا يمكن أن يدخل في معارك داخلية لأنه ابن هؤلاء الناس وهو نسخة طبق الأصل عنهم يتميز عنهم بانضباطية معينة في أيام السلم بالتزام معين في أيام الحراك المقنع حوالي طغطية سياسية أما ما في طغطية سياسية هو كالزجاج يكسر نحن معنا نحن اللي عنا الضمانة الوحيدة الضمانة الوحيدة لحتى ما نكبر الحجر ولحتى حجرنا يقدر يصيب أن تبقى الأهداف على قدر طاقة الساعد في رمي الهدف وفي القبض على الأهداف هذه الضمانة الوحيدة وعدم الدخول بالعامل بس ممكن يدخل عليها الانتهازيون لأنه فيه انتهازيين ما فيه نقول لا حتى بالمجتمع المدني يعني فيه ممكن يدخل عليها كمان عوامل يعني اليوم كمان إبراهيم الأمين لمح إلى أصابع أمريكية يعني ربيع أمريكي متجدد ما بنا نقول الأمور مثل ما هي يكونوا واضحين فيه منظمات مجتمع مدني تقبض من السفراء ومن الخارج تتغذى وتحت عنوان حرية الحرية وحرية التعبير وإلى آخره يمكن يكون هدف مظبوط ولكن ممكن باللحظة من اللحظات يستخدم ويتحول وإنه تحت عنوان يعني كبير ديمقراطية وحرية وإلى آخره يروح على محل آخر شفنا مثل ما صار ربيع العربية لا كمان ربيع العربية ما نظلم لا ما نظلم يعني ما حق هدفه للأسف يعني بلا بتونس حق نسبيا لا شو المطلوب أنه نعمل جنة فاضحة مدينة فاضحة أوكي بس هدي الاستثناء الوحيد والبيئة راح إلى طبيعي حتى بأوروبا كان في استثناءات وكان في فوضى بكل مكان لا معلاش في أثينا اللي اندحرت ماليا وسقطت وأسقطتها المصار وفي أبرص اللي أسقطتها وفي كذا بس في آخرين موجودين لا مشكلهم سوا بنفس المعيار أنا أقبل توصيف أن المجتمع المدني في كثير من هيئاته ومؤسساته يعتمد على تمويل ودعم خارج نعم هذا وصف دقيق لكنني لا أستطيع أن أصف الحراك بأنه ذلك كانه انطلق انطلق من اللحظة التي كان كل من له علاقة بحياة الناس وحاسيس الناس ومصالح الناس كان يسأل أنت باك تحركوا نصبو لغطتنا بطبقة سياسية فضحتنا أيتو كنت تحركوا فجاء هذا الحراك هل جاء بربيع عربي وغير لا يعمل معروف فليكن الوصف لا فليكن الوصف دقيقا حرام أن نصف هؤلاء بذلك وحرام أن لا ننتنبه إلى أن هناك إمكانيات بأن يدخل هؤلاء المندسون السلميون لكي يحوروا هذا الحراك باتجاهات عبثية أو باتجاهات الذهاب إلى المجهول أنا أبراهن دايما بمثل هذه الحركات على الناس الذين نزلوا في البداية أمر الثاني عم تسأل عن قيادات فلتفرز هذه الجمعات قياداتها من خلال النضالة ما حدا يجي على المفاوض ما حدا يقول أنه في قيادات خارج الحراك لا يتفضل فلان وفلان وفلان اللي بيعتبروا حاله أنه قيادات في المجتمع المدني فلينزلوا إلى الصفوف الخلفية في المجتمع المدني وهناك يكون دورهم ولا يمكن أن يسقط أحد من فراشيوت على هذا الحراك المدني بس حتى الإفراز من داخل هذا الحراك كمان يعني ممكن في عليه خطر أنه يفوتوا ببعضهم يعني يتنافسوا على القياد يصير في العدو هذا كله سوا بمرحلة الحبال يعني الإنسان بطبيعته يعني يعني قدر عمل هذا العمل يعني هو بقدر يعمل إشي أكبر بصير لده نحن بشر مش ملايكي ولكن فلنحاسب المولود بعد ولادته ما نحاسب ببطن أمه فهو بعضهم بطن أمه بس نحن بدنا نتحسب قبل ما يعني تما نوصل لنحاسب بدنا نتحسب ما نقتل الولد من كتر البقبشة وبدنا يعني نحن من حرصنا يعني واحد أوقت من حرص يتحسب نحن لم يأتي لا نحن مش من باب الاتهام أكيد أنا بدي روح بالسياسة هي علم الوقائع وليس علم الأفكار ولا عزم التصورات ولا علم المؤامرات في علم الوقائع هؤل جماعة شو بيّن منهم خلال ثلاثة أيام فلنحكم عليهم خلال هذه الأيام الثلاثة نعم الحكم عليهم جيد جيد في تحذير لم يأتي أوانه بعد لا شو لا شو عب تحطوا العصر بالدولين لا شو عب تنبهون من الربيع العربي وأنه قوة على الأمريكيين وقوة على المؤامرة في مسألة زبالة في مسألة طبقة سياسية في ناس بدأت تتحرك وتقول لا يا جماعة نستطيع أن نغير قليلا نستطيع أن نحسن قليلا ليس المطلوب تغيير نظام لأنه هذا ما حدا فيه لي حاليا ربما بعد سنوات بعد عشر سنوات بعد عشر سنوات بعد عشر سنة نستطيع إذا تألفت كتلة شعبية تستطيع أن تقول لهذه الطبقة السياسية وأن تلزمها في طبق الدستور إذا كتغير النظام من دون ضربة كاف لأنه بدون الدستور فيه آلية لتغيير النظام السياسي في لبنان وهذه الآلية بدين نشيها بتذهب إلى الانتخابات النيابية أولا؟ لا أبدا الآلية واضحة وما حدا جيب سيرتها وللأسف نص المادي اللي بتحول لبنان من حالي إلى حالي هي أطول نص وأكثر تفصيلا من كل المواد الدستورية من كل المواد الدستورية على الإطلاق له المادي 95 التي نصت على أنه بعد الانتخابات وعلى قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وقد جرت ذلك يصار إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية واضح؟ اضحكت وأنا كمان بضحك كلما منضحك لسبب بسيط جدا لك لك شو عبي يحكوا طبيعي لأنهم يأسونا من أن يكون موادنا الدستورية وموادنا القانونية وقضاءنا وإدارتنا لهي أدوات محاسبة وأدوات تنفيذ بس خلينا نبلش بأول خطوة يعني أول شي خلينا نبلش بأول خطوة شو هي أول خطوة؟ أنه من بعدها مش عم بتقول من بعدها حصول انتخابات وفقات ما خصلت؟ حصل سنة 92 حصلت سنة 92 انتخابات المناصفة بين المسلمين والمسيحيين خلصت سنة 92 وكان المفترض أنه بعد عامين بناء على اتفاق ما بين السيد حسين حسيني وبين البطرياركس فير على أنه بعد منها بسنتين يبدأ الإعداد لإلغاء الطائفية السياسية التي فيما بعد تنص على إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائف والأمر الثالث هاي الطوايف تتفضل وتتشرف يعني 92 راح مع 92 قبل ما تتابعنا وياك قبل ما تتابعنا وياك أستاذ نصري بدي روح حتى نتابع تفاصيل ما يجري بعين الحلوة يعني مع الزميل إدمو سيسين إدمو أنت معنا إدمو نعم نهرك سعيد صباح الخير أليك ولأ ضايفك نعم شكرا إدمو يعني أنت عند مدخل يمكن بصيدة أو عند مدخل عين الحلوة ما بعرف بوين تعمير صحيح مدخل التعمير لعين الحلوين صح شو الوضع هلأ لأنه كانت الاشتباكات مستمرة صباحا يعني وتتجدد رغم يعني قرارات بوقف النار صحيح نعم يعني في هذه الأثناء خفت حدات الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة ولكن أعمال القنص ما زالت ناشطة على مختلف المحاور وذلك بعدما شهد المخيم يعني ليلة هي الأعنف كما يقول هنا بعض النازحين الذين لجأوا إلى بعض مساجد المدينة يقولون أنها ليلة هي من الأعنف حيث استخدمت فيها أسلحة رشاشة سقيلة وأسلحة صاروخية بين طبعا الفصائل الفلسطينية وبالتحديد حركة فتح ضد مجموعات إسلامية متشددة كمجموعة بلالبدر وهيسم الشعبي مجموعة طاها إضافة إلى بقايا جند الشام داخل مخيم عين الحلوي المعارك كانت انتقلت بين محور وآخر بين محور الطوارئ عند حطين عند الصفصاف وعند المدرسة اليهودية هي أدت حتى هذه اللحظة إلى قتيل من فتح وعدد من الإصابات وعدد من الجرحة بين فتح وبين المجموعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل فتح منذ مساء أمس والتي بدأت الهجوم على مواقع لفتح في البريكسل وفي المدرسة اليهودية تشرف على طرقات رئيسية داخل مخيم عين الحلوي ما أدى إلى اشتباكات عنيفة وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار وكما أعلنه مصر حركة حماس في لبنان علي بركي عند الساعة الثانية عشر المساء أمس ولكن إطلاق النار لم يتوقف داخل مخيم العين الحلوي والاشتباكات العنيفة استمرت طوال الليل هدأت مع ساعات الصباح الأولى ولكن كما ذكرت لك ما زرت أعمال القنص ناشطة هناك اجتماع للجنة الأمنية العليا بحسب معالمة الالبسي عند الساعة الثانية عشرة وذلك من أجل البحث بين كل الفصائل بما فيها الفصائل الإسلامية عندما أقول فصائل إسلامية هذا يعني عصبة العنصار والشباب المسلم ممثلين بجمال الخطاب وأبو شريف عقل وهذا الاجتماع كما تؤكد المصادر الفلسطينية هو استكمال اجتماع السفارة الذي حصل بالأمس والذي كانت اتفقت فيه كل الفصائل الإسلامية والفلسطينية الوطنية على انتشار القوة الأمنية المشتركة عند النقاط الساخنة وعلى المحاور الساخنة بين حركة فتح وبين المجموعات الإسلامية المتشددة طبعا بالأمس لم تسري الهدنة كما كان مطلوبا وكما كان متفقا بين كل الفصائل الفلسطينية لماذا؟ لأن حسب مصادر في حركة فتح هناك بعض المجموعات الإسلامية المتشددة وبعض العناصر الفردية تقوم بخرق هذه الهدنة وتقوم بعملية توطير المخيم كما ذكرت هناك القتيل وعدد من الجرحى من الجانبين ولكن إذا كان المشهد الأمني خافت حتى هذه اللحظة هناك مشهد أكثر مأساويا في هذه اللحظات في مساجد مدينة صيدة تشاهدين دولي هنا النازحون اللاجئون الفلسطينيون كأنهم لا تكفيهم عيشهم في هذه المخيمات البائسة ولكن هناك نزوح لحوالي مئات العائلات انتشروا في مساجد المدينة التي ادعى المفرق من أجل فتحها أمام كل هذه العائلات هنا بعض العائلات النازحة من منطقة عين الحلوي نتحدث إليها الآن خبريني يوم شو اللي صار معكم كيف قدرتوا تطلعتوا خبريني الجو قبل ما تطلعوا من جواه هلأ كان الأطفال والنسوان كلنا بالملاجئ كنا بالملاجئ قاعدين يعني شو هيدا الشعب الفلسطيني نحنا بدنا نطالب بالهجرة نحنا مهجرين من بلد لبلد أنا بدعوا كل فلسطيني وكل قادة وكل فتحوية وكل اللي بفلسطين يجو يتفرج وشوفوا الأطفال كيف القتل بالشوارع لكن احنا ما حدا لحدا عم نتقتل بالشوارع من هجرة لهجرة هجرين من بلد لبلد من موت لموت ما رأيته آخر شيء قبل أن تطلعوا؟ الجسس بالأرض، نحن الفلسطينيين يذهبون من ناحل بعضنا وأنوحق عودي هذا اللي بنا نرجع له، نحن بنا نضالب بالهجرة لبرا يجوا قادات فتح والأنور وتيجوا تتفضل تشوف العالم هاي اللي هون كلهم هجرين من هجرة لهجرة، من هجرة لهجرة، ما بيصير هكذا خبرني أنت كنت وجوه كمان مبارح، أنت من اللاجئين الفلسطينيين السوريين ولا السوريين، يعني أنتوا تهجرتوا من سوريا وجيتوا على المخيم، وهلأ هجرتوا اتهجرتوا خارج المخيم يعني من هجرة لهجرة، من الموت إلى الموت، يجرتوا الموت، من الموت إلى الموت ليش هجرتوا تطعتوا من المخيم؟ المخيم تم تحت القصب كنا بالملاجئ إعني أحنا وأطفالنا ولسانا، كنا بالملاجئ، يعني صارنا يومين بالملاجئ ما عم نقدر نطلع شو بتقول عن كل هالوضع؟ وهُجرتوا من سوريا إلى لبنان إلى المخيم، برات المخيم، هلأ شو اللي بتكون ياه؟ اللي بدنا ندعو جميع كل مسؤول كل إنسان مسؤول بحسب المسؤولية وعنده عنده ذر الضمير يجي يشرف يتفضل يشوف نحن بجامع المصلي يشرف يشرف يتفضل يشوف كيف الأوضاع الإنسانية كيف نسانا كيف أطفالنا كيف أمهاتنا كيف أبائنا كيف العجز يعني المرضى فيه أوضاع إنسانية صعبة صعبة كثير واحنا ما بدنا لا كرتونا عم يهتموا فيكم هون فيه اهتمام ولكن يعني ضمن الإمكانيات يعني ما بأصل ولكن ضمن الإمكانيات يعني إمكانيات بسيطة يعني ما فينا نضغط عليهم ولكن احنا بدنا حل جذري بدنا حل جذري لمشكلتنا يعني احنا عم نتهجر من الموت إلى الموت شكرا لألك إذن دولي هي مأساة وضاف إلى مأساة اللاجئين السوريين إلى لبنان أو النازحين السوريين إلى لبنان إضافة إلى الفلسطينيين الموجودين في مخيم عين الحلوازين يعيشون حياة هي أصلا حياة لا تتوفر فيها الحياة السليمة في الداخل والصحية في الداخل هم الآن يعيشون ضحايا الاشتباكات التي تحصل داخل مخيم عين الحلوي كما ذكرت لك هناك حوالي كما يقول المنظمون هنا والمتابعون لهذه عملية النزوح حوالي 600 شخص داخل هذا المسجد المصلي عند مدخل التعمير هناك مساجد أخرى أيضا استقبرت عائلات فلسطينية هربت من الاشتباكات في الداخل ولكن أعود وأذكر أن مصادر في حركة فتح وفي القوة الأمنية المشتركة ومصادر فلسطينية تجمع بأن هناك اجتماعات وتواصل حسيس بين كافة الفصائل وهناك اجتماع عند الساعة الثانية عشر لكل هذه الفصائل داخل مخيم عين الحلوي استكمالا الاجتماع السفارة بالأمس من أجل التأكيد على ضرورة انتشار القوة الأمنية المشتركة على كل نقاط التماس بين حركة فتح وبين مجموعات الإسلامية المتشددة التي بدأت بالهجوم بالأمس شكرا لك إدمون شكرا طبعا نرجع لإدمون إذا في أي تطور جديد بدأت توقف أستاذ نصري مع فصل علي نتابع نحن بإيك ونعود لمتابعة نهاركم سعيد أستاذ نصري قبل ما نكفي نحكي بأزمتنا أزمة النفايات وأزمة النظام وأزمة وأزمة شوي نافذة على موضوع عين الحلوة بعد الرسالة التي أخذناها من زميل إدمونسسين ما بعرف إذا عندك قراءة اليوم لما يحصل في عين الحلوة يعني القراءة الأولية هي قراءة الإحساس لأنه إحساسنا هو إزاء الناس إزاء الفلسطينيين الذين يتعرضون بالفعل لأسباب إقليمية ودولية وذاتية ولطيارات مختلفة تتنزعهم في داخلهم يتعرضون إلى مجموعة من المحن ودائما هذه المحن يدفع ثمنها بالدم الأمر الثاني يبدو أن هذا فصل من فصول متسلسلة في استراعات داخل مخيم عين الحلوة لكن يبدو أن هناك فصيلا إسلاميا أو الفصائل الإسلامية أصبحت من القوة بحيث أنها تستطيع أو تتواهم أنها تستطيع أن تفرض إرادتها إن لم تكن تفرض سيطرتها على المخيم بالمعنى العسكري لأنه ممنوع للإسلاميين أن يهزموا كل الموجودين في الداخل وفي نفس الوقت لا تستطيع فتح وقواتها أن تفرض سيطرتها وإرادتها على الجميع من هنا ضرورة إقامة خطوط تماس ما بين الفرقاء وهذه الخطوط التماس هي الخطوط التي تمهد لخرقات متبادلة تنتقل فيما بينهم إلى فصول جديدة من الداخل وهذا مسلسل لا ينتهي أكيد بس نبين الحد الأنية أن الإسلاميين هم صاروا القوة الأساسية والعصب الأساسي داخل المخيم هم اللي يقودوا الهجومات من اللي عندهم المبادرة إلى ممارسة الاغتيال والقرص والقصف من خلال كلام عن خطوط التماس بدي أرجع للي عم نحكي عنه لأنه اليوم من خلال ما حصل كمان رجعي نحكي عن خطوط التماس برياض الصلاحة الجدار اللي أقيم يعني حتى بعض طرح أسئلة وتخوف كنا عم نحكي عن الضمانات يعني نحن نعرف أنه الحرب اللبنانية بدأت للأسف يعني بدأت بتظاهرات بطلبية وإلى خيره وتظاهر الصيدة يعني تقري المقال اللي عبكت بول حتى نشره بعد مكره منيحة عم أقرب أفكارك هذا هو المقال أنه قداش عنده طبقة سياسية قطرة على أن تحول تحرك الشارع المطلبة إلى صراعات سياسية تذهب بلبنان إلى المجهول خصوصا أنه الناس صارت يعني كمان هم برجع مع ليلة زي جالزين بيقول أنه باستعراض بار فاروق كنت حضرتك حضره وكتبت عنده كمان ببيت الدين بس كان شيء رائع كان شيء رائع أكيد وهو لبناني معلاش غيري نقول شيء وهو لبناني أنا عادة معود روح حضر الإشياء الأجنبية هذه المرة حضرت شيء لبناني ووجدت في بار فاروق هذه الطاقة المذهلة على أن هذا القديم الذي نسيناه فيه من الجديد فنيا ما لا يحصى فنيا جديد صح عاد إلينا إحياء بيروت بعدما كسفه الفلكلور الريفي لأن الفلكلور الرحابن وزكي نصيف والخير هذا ريف بينما المدينة التي كسفت بسبب هذا الشعر الذي نشأ حول الريف الذي كان يعمل بنازع والذي قام ثورته ضده زيادة رحبانة هذا الريف أتل أو بالأحرى أزاح شوي مسرح المدينة وفنون المدينة جاءت عبقرية جابر وزياد لكي تذكر الاسم بعدين لوضع صورة لوحة جميلة من الفن الشعبي لإلوه علاقة بذوق الناس وإحساس الناس وحياة الناس وبيروت بحيويتها بشمال بيروتها لأسوليدار جاندي سيكتي لأخري لبسيقربات لأخري الطرز بس فيها حيات على الإطلاق هذه بيروت حيات قدمون لها بس رحبية الدين بشكل رائع تفاعل يعني بشكل اللي كتبت وأسيسها أنا رحسيت أنا شكرت كتعب أحضر بس ما قدرت للأسف لأنا كتحب أحضرها تاني يوم بس كنت مشغول بس ما قلن عم تحكي يعني عن عن هذا يعني عن هذا العرض أو الاستعراض فينا نسميه ولكن في شيء آخر تكلم عنه جهاد الزين هو إنه كيف تفاعل الناس في مشهد مع مشهد المشكل على الطريقة اللبنانية ولا على صوت الرصاص كأنه يتفاعل مع شيء خرج من داخل مزاجه بل ثقافته يعني هون وقد عم نحكي عن خطوة التماس والحرب وإخيره ما الناس صار يعني هيك عندها أوقات بتحس عندها حنين للحرب على العكس بالتجربة ما بدي يفوت على سيكولوجية الإنسان اللبناني لساعتها لازم نرجع للدكتور مصطفى حجازي حول سيكولوجية الإنسان المقهور كاتب عن هذا الموضوع من أهم الكتابات المعمقة السيكولوجية الاجتماعية بهذا الإطار هذا كتير مهم دعنا نأخذ الوقائح هل كان لبنان في مأمن منذ اغتيال الحرير حتى اليوم على المستوى الأمن لم نكن كلنا نخشى من الفتنة نعم أليس هناك انقسام بين أهل السياسة وأهل المذاهب وأهل الطوائف في لبنان تقريبا على كل شيء أليست المؤسسات مقفلة أليس كل شيء منعدم الفعالية أليست الخلافات هي الطنان الرنانة تشعر أكثر من هايك طنان الرنانة ولا جدوى بينهم جميعا ومع ذلك الفضيلة الأساسية لللبنانيين أنهم لم يذهبوا إلى العنف إذا كنا بنحكي عن عنف فلنقول من يريد أن يذهب إلى العنف في عنف لتوجيه رسائل بيصير بطرابلس بيصير الأسير هذه رسائل ولكنه عنف سميته أنا عنف موظف هذا مش عنف من طلقان ونحب حاجة إلى عنف لا أثبتنا خلال تسع سنوات عشر سنوات حدل من سشارة الحرير اليوم أن اللبنانيين لم يلجوا إلى العنف رغم كل الأسباب الداخلية ورغم الأشواء الإقليمية المحيطة فينا التي ذهبت في التوحش بعيدا نحن بعدنا مطرحلة هذا شيء يسجل ليس للطبقة السياسية فقط وهي طبقة السياسية بوادع تحارب وإنما أيضا لللبنانيين وليسأل كل واحد هل المسيحيون يريدون أن يقاتلوا أن يذهبوا إلى العنف هل السنة يذهبون إلى العنف هل الشيعة المصلحة يمحظ بالله المشغول بقصة الجنوب ومشغول بقصة القلمون وسواها هل هو رايح على العنف لا لذلك أنا أقول لا مش صحيح اللبنانيين ما بدون عنف ولا يمكن أن يلجأوا إلى العنف يدري يلوح يلوح بالعنف يعني فرغمه حتى ما يصير هذا العنف اللي نحن أخاف منه هو عنف الفتنة ليس عنف في الضرب هذا العنف الفتنة أنا برأيي أصبح خلف ظهرنا أصبح خلف ظهرنا يعني لا تخاف من حرب أهلية جديدة في لبنان لا إلا إذا كان هناك اجتياح خارجي لقوى تكثيرية دخلت إلى لبنان عندها لبنان سوف يجد جزء منه حاضنة لهذه القوى التكثيرية والجزء الآخر سوف يقاتل ذلك عندها ولكن هذا الأمر بات مستبعدا بعد تدخل حزب الله في معركة الألمون ومحاولة دفعه هذه القوى باتجاه الداخل أو تصفيته أنا مطمئن منها الناحية كيف ما بدي أشوف أنا في مشهد عنف وهذا يعني منشوفه شفنا بسياتل شفنا بأوروبا منشوفه بمواجهات كثير يعني وهو على الرغم من استنكارنا له بازال عنفا مستنكر حتى أهل السلطة استنكروا لأنهم ربما يكونوا دفعوا باتجاهه بس حتى هؤلاء استنكروا وهذه علامات جيدة وتسجل لصالح اللبنانية لأنا أنا شعب منيح طب وعن الجدار الإسمنتي اللي رفع حلو لماذا أنتو ضدون هذا أصبح مكان لا أصبح مكان لإبداعات الشباب والرسامين لإبداعات الشباب والرسامين هذه هي جريدة الجدار الفنية لأولئك الشباب الطيبين الذين يذهبون كل يوم ليحجوا ويقولوا لهذه الطبقة السياسية بالعكس هذا يمكن يعطيون ساحة لينفسوا ولذلك هذه ساحة ولكنها حاصرت السلطة مش الناس محاصرين الناس ملكوا الشوارع ملكوا ناصية القول ملكوا ناصية الفعل هن صاروا المقدمة السلطة شعب تعمل أرسلت القوة العسكرية أرسلت القوة الأمنية ارتكبوا ما ارتكبوا هلأ أن يتراجعوا رغم التوحش اللفظ اللي كانوا يستعملوا مع الناس لمثبات الشباب ما هذا أثروا يعني كل كانوا يتوحش شو عبت عمل السلطة عبت عزل نفسه عبت عزل نفسه عن مين عن ناسه عن الشارع عن العالم ولذلك هذا الجدار هو إهانة للدولة وللسلطة ولكنه هذه فصحة لكي يسجل هؤلاء الشباب ما يريدونه لأنه أصلا هن بشرحين ليحتلوا السرايا أو يفوتوا على مجلس النواب طب بس لش إذا بشرحين يحتلوا لش لكينا حاولوا يعني يخرقوا وصارت ردة الفعل يعني اليوم بهذا الشكل سألنا حول هذا الموضوع ليس هناك معلومات دقيقة حول من فعل ذلك ليس هناك معلومات لحتى نقول إذا كانوا مندسين أو إذا كانوا شباب متحمسين أو إذا كانوا شباب منفليتين لأنه لقادة التظاهرة أو لدعو لهذه التظاهرة أو لهذا الحراك هم ليسوا قادرين أو ليس مش من سلطتهم أنهن يمنعوا الناس يقولون لفلان نزلت الناس على عفويتها فلذلك هذه توضع في حجمها ولا توضع في سياسة عامة لأنه راحين لا يحتلوا لا يحتلوا ولكن هلأ ارتفع خلي يطلعوا بقى حاجة يهولوا علينا أنه بدون يحتلوا الصراعي هذا غير صحيح هذا لتقوية طيار والطيارات يقول أنا هنا وبدون نفوت على مجلس نواب لتقوية أنه أنا هنا أنه محاجة يفوت علينا أنه خليكم برا نحن طبقة سياسية متفقين على كل شيء ومتفقين على السيناريو اللي ممكن يحبطكم كلكم سوا الآن الآخرين عليهم أن يفعلوا العكس بس هيدا الجدار يعني اللي شبهوا بجدار برلين يعني أنا شايفه جميل وجيد جدار برلين سقط بطس شو اللي بيخليه رح يخليه يسقط يعني بكرة بعد شوية رح يصير محل سياحي كمان بيجوا الناس بيتفرزوا عليه وبيخطوا شقف منه بس حط سلطة جدار بينه وبين ناس أنه فيه طلاق بينه وبينه فيه طلاق سابقا كانوا يعتمدوا على جماعاتهم جماعاتهم بالرموت كنترول تنزل حاليا وابدوا ينزلوا نزلوا بالباع ونزلوا بعكار ونزلوا بمطارح تاني بس تحت على الساحة فيه نزلوا مندسين بس نزلوا مندسين سحبوا أولئك الذين هم أصحاب القضية وجاءوا ببيان بطمر الصحف مبارع يتمنى أنه يقروا ويشوفوا قداش كان هذا البيان هادئ ورصين وبنفس الوقت عملي ويطالب بدقة ويستطيع أن يحصل ذلك عبر المراس اليومي والضغط اليومي على السلطة وعلى كافة الأطراف المشاركة بما سيحصل فيما بعد ما باربزا سيكون له صدق أساسا لو بديكون له صدق ما حسنا كل هذا الحراك كان له صدق عند أفراد الطبقة السياسية لماذا خافوا منه وين خافوا منه بشو خافوا وين بيان الخوف نحن شفنا بعطي مثل بسيط إما استناع الخوف أو الخوف في الحط يطلع وليل جنبلاط على تلفزيون على الـ LBC ويقول ذلك الكلام ويعترف تلك الاعترافات هذا يدل على أنه أخذ بعين الاعتبار هميات الحراك الشعب الأمر الثاني هو أن الوزراء فيما بينهم بالمجالس التي سبقت مسألة النفايات والتعطيل كانوا في معظمهم يقولون يا جماعة النفايات بتصقيت حكومة والناس بقيين لا همهم بمكان آخر همهم بمكان آخر كليا كان في تحذير من قبل وزراء محددين يا جماعة كان رئيس الحكومة يبلش الجلسة بالمطولي تابعه وهي ضرورة انتخاب رئيس جمهوري يجيب واحد واثنين في مسألة النفايات هاي النفايات بتفجر الحكومة بتفجر بلد هذا اللي صار أنا سمعانهم بداية منهم هنني يعني بلقاءات بتفجر بلد وكان البلد على شواشك الانفجار لو لا الطائفية اللي قال على نبيه بره بتفجر البلد كله سواء وبتسحلهم كله سواء ولكن ساعة اللي بيطلع وليد جمهوري على التلفزيون ساعة اللي بيطلع رئيس الحكومة بيستعجل نهار أحد بيجي وبيعمل ذلك المؤتمر الصحفي اللي بعد شوية بدك تقوله لا يا حيب لأوة تشد همتك معنى بحاجة لإلك بس ما تنزل تحت على الشارع يعني بعد شوية تنزل على الشارع مثل تستميل ذلك ثم إن الطبقة السياسية مدالة متلعة بس متفئين على شيء واحد ورح يضلوا متفئين عليه هو الجبنة متفئين على ما يسمى تقاسم الحصص وتقاسم الحصص هي سمنته هي الجدار الوحيد اللي بيربط هؤلاء بعضي والبعض وكل ما يكون بس يكون من حالة اعتراض هو حاول حصتي أنا بش عمل بخد أنا بديكم من الطيار العوني طيار العوني شو أنا عندي حصة بش عطاعتوني إيه بدي حصتي أوكي هلأ برجع على هالموضوع لكن بس بدي خدشوف إذا رح يقدروا يعني تفقوا على الحصص اليوم من بعد ما أنتم في اعتراض يعني على قصة العروض يعني أو الفائزين والأسعار اللي نتقدم فيها الفائزين وما بعض شو كيف رح ينبت اليوم ملف يجب بسقاط الفائزين سراي الحكومة مع زميلة هودا شديد هودا عندي صورة المخيم هارك سعيد دولي إليك و لضيفك و للمشاهدين هارك سعيد هودا شكرا هودا بدأت طبعا الجلسة ما هي الأجواء بلاش تكتصلنا شوية أخبار عن الوزراء بالما يفوتوا وشو صرحوا تفضلي الواضح للأسف أنه لن يصدر قرار اليوم كما بات واضحا من مقاله الوزراء لدى دخولهم إلى جلسة مجلس الوزراء وغدات جلسة الحوار التي عقدت في عين التيني بالأمس بين المستقبل وحزب الله بمشاركة وزير المال علي حسن خليل كل المعطيات تشير أن لا اتفاق لا على المناقصة ولا على مشروع بديل لرفع النفايات خلال الأشهر الستة قبل أن تبدأ الشركات التي تفوز بالمناقصة بالعمل ولذلك كان كلام الوزير حسين الحش حسن واضحا في هذا الإطار بقوله أننا سنبحث اليوم جئنا لنبحث اليوم بتوقيع بعض المراسيم الأساسية بعدد من الوزراء وهو أمر يمص بالشراكة وبالعيش المشترك وبالاتفاق إذن الجو يوحي بأن الانقسام كبير والتشنج بدأ واضحا أمام عدسات الكاميرات عند بدء هذه الجلسة وسوف أورد بشكل سريع ما قاله الوزراء لدى دخولهم إلى هذه الجلسة لمعرفة الأجواء المتشنجة التي تبدأ بها جلسة مجلس الوزراء اليوم مع الإشارة إلى أن الخيارات المطروحة لرفع النفايات من الشوارع الآن هي منطقة حبالين وعكار مع عطاء حوافز لهتين المنطقتين كما قال أو كما ألمح الوزير اليس بوصعب وبدى واضحا أن هناك اعتراضات كبيرة على هذا الأمر الوزير أكرم الشهيب أكد أن مطمر النعم أقفل نهائيا وإلى أجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء وبقانون من مجلس النواب وأعيد فأذكر ما قاله الوزراء إذن الوزير باسيل اعتبر من المعيب زج اسمه بالمناقصة وقال لا علاقة له إطلاقا بأي شركة فازت بالمناقصة بوصعب قال أن المناقصة التي تمت فضيحة وقال أن ما سيطرحونه اليوم علينا لرفع النفايات خلال الأشهر الستة هو حبالين وعكار الوزير علي حسن خليل وزير المالية قال يجب إعادة النظر بأسعار المناقصات المرتفعة أكثر من المتوقع الوزير أشرف ريفي كان كلامه لافتا قال كنت حريصا على عدم التعاطي بملف النفايات نهائيا وأشعر أن في فمي ماء إلا أن الاتفاق لن يمر ولن أوقع عليه شخصيا ولن أكون شريكا في محاصصة على حساب الناس لا يمكن لأحد أن يفرض علينا لا اتفاق ولا مثالثة ولا محاصصة مهما استعمل من وسائل ضغط ملمحا إلى حزب الله في هذا الإطار وإلى الحركة التي صارت في الشارع بحيث قال لا يمكن أحد أن يركب رئيس جمهورية رغما عنه بالشارع أو بالسلاح وبالتحرك الذي حصل في الشارع ونحن نقول أن القرار الأمني في الساحة الشعية هو لحزب الله فقط وأشار إلى أنه في الحوار حزب الله قال أن لا علاقة له بهذا التحرك ولكن عاد الوزير ريفي ليؤكد أن لحزب الله علاقة بهذا التحرك المفارقة أيضا أن موقف الوزير نهاد المشتوء جاء مخالفا لزميله في كتلة المستقبل بقوله أنه ليس هناك من فضيحة في مناقصة النفايات الجو العام هو بإعادة النظر بالأسعار ويمكن مناقشتها ويمكن تعديلها أو إعادة المناقصة من جديد ولكن ليس في المناقصة فضيحة الوزير أكرم الشايب كما ذكرت قال مطمر النعم أقفل إلى أجر غير المسمى وسنبحث اليوم بصبر رفع النفايات المتراكمة منذ 17 تموز والخيارات المطروحة كبدائل يعني مع أعطاء حوافز للمناطق المطروحة الوزير بفعور قال أن مطمر النعم غير مطروح للنقاش والأسعار الخيالية تقتضي إعادة النظر وقال نحن أمام طرح حوافز لمطامر بديلة مثل عكار في الفترة الانتقالية الوزير قزي والوزير جريج اعتبروا أن الجلسة مخصصة للبحث بداية برفع النفايات من الشارع وبالتالي بمناقشة هذه المناقصة مثل ما نكشي في دولي من جلسة إلى أخرى الخلاف السياسي هو نفسه كل مرة يتغير عنوان الجلسة ولكن الخلاف السياسي على ألية عمل المجلس الوزير مستمرة ولذلك وسرق حزب الله والتكتل يأتون للبحث بألية عمل المجلس الوزير وللأعتراض على توقيع مراسيم لم يوقعوا عليها هم الستة فيما الفريق الآخر سيبحث بمناقصة تشربها الكثير من الملاحظات إذا لا نقول أنه هناك اعتراضات كبيرة عليها بدأت من الرئيس بري وستترجم مع وزير المالية في هذه الجلسة إذن لا ينتظر من هذه الجلسة أن تأخذ قرارا لا برفع النفايات ولا بالمناقصة سنكون أمام ديوانية جديدة من المدخلات السياسية والمواقف المعروفة سلفا شكرا شكرا سلم لي على مجلس الوزراء يعني إذنوا بالآخر يعني الإفضيحة على ما رح يصير شي لا صار شي كثير شو صار فيه استعجال بسبب الحركة اللي قامت في الشارع بأجل فضل صار فيه استعجال بدعوة إلى مجلس الوزراء بعد ما يكون هالخميس اليوم وهذا يدل على هذا الارتباع على هذه الفوضى على هذه الفوضى وعدم الوضوح عند أي طرف من الأطراف السياسية الموجودة داخل السلطة وليس عند الناس شي كنا نحكي بالأول أنه هنا طبقة سياسية راسخة ولكنها مختلفة وتكاد تدمر الهيكل على نفسها إنما الذي حصل حاليا هو أن هذه العروض دعونا نرجع للنقطة البداية هذه العروض هي مناسبة لإسقاطها نهائيا وخوض معركات إعادة الحقوق إلى أصحابها أي إعادة مسألة النفايات إلى البلدية هذا العبطال في طلعت رحيسكم وهذا هو شيء صحيح أي أن أموال البلديات التي كانت تصادر قبل أن تصل إليها والبلديات تشحد عليها وتروح تبوس إيدين السياسيين والزعماء السياسيين في مناطقها لكي يعطوهم حصتهم وهي ملك لإلن هي حقهم حق البلديات هذه البلديات طب تلمس بيلي بس أموال البلديات يعني لا في مشروع متكامل على أن هذه البلديات لا تذهب إلى مطامر وإنما تذهب إلى التدوير تذهب إلى ما يمكن ما يسميه الفرز وتبقى المواد العضوية التي تصلح وهكذا دولاك بيبقى في المواد العادمة يصاروا مطروحين هنا على هذه القاعدة بهذه الطاولة مطروحين عندها تمرار وهي واضحة ولكن للأسف شيء يلاحظ ولا مرة أي سياسي تطرق إلى هذا الموضوع وقال هذا قيد البحث أو يمكن بحثه بل إن كثيرين منهم من جمعيات بيئية طلبت من رئيس الحكومة طلبت من مجلس الوزراء إنه يلتقوا فيه وإنه حتى يشرحوا مبدون لأنه تحالف يعني بحب الجبني في تحالف في تحالف مصالح مش بس بحب في تحالف مصالح التحالف المالي السياسي المذهبي شبيه بالتحالف الذي كان قائما قبل الثورة الفرنسية تذكروا رجال الدين في الإنسان الفرنسي رقمين عليه ثلاث نحن هوا ثلاثة رقمين حلأ أنا أجي أقول له نحن ظهورنا ليست لكم نعم بس هذه بس فينا كمان أنت شمتين فينا جبار لا لا أقول أنه بس ما بعف إذا نكون هذا الحراك يودنا لثورة مثل الثورة الفرنسية لا أنا أحكي لا أنا أحكي بس أستاذ نصري برجع للموضوع أنه هلأ شفنا بوزراء حزب الله ومعهم وزراء الوطني الحر رح يطرحوا موضوع الآلية وموضوع اتخاذ القرارات ومبارح صار فيه اتصالات من قبل عماد عون مع قيادة مسيحية وبترك الرعي لكي أصدت هذه المقلقات لكي أتخاذ القرارات بمعزل عن مكونات أساسيين في هذه الحكومة في غياب رئيس الجمهورية وهذا الموضوع قد يدفع التالي الوطني الحر من جديد إلى الشارع وقد ينزل معه هالمرة حزب الله لأنه صار فيه إشارات بهذا الموضوع طب هيدا الموضوع هيدا النزل إلى الشارع قداش بتهدد الحراك المدني اللي راح عم بيقم بكرمالي النفايات وإزما ما ليه في بعض المحلات ما قدنا سمعنا سيرة نفايات بهذه بهذه الشعارات اللي رفع صارنا نسمع بانتخابات أولا بتعديل النظام بإسقاط النظام بسقوط الحكومة إلى آخرين فاصل علاني ومرجعا نسمع رأيك بهالموضوع وانعود لمتابعة النهاركم سعيد استاذ نصري كنت طرحت عليك سؤال قبل البريك وجوابتني تحت البريك ما بحبت جوابني على الهوى عن هيدا الموضوع يعني عم نحكي كنا عن الخلاف اللي حاصل بمجلس وزارة على غير موضوع النفايات على موضوع المشاركة في القرار اللي هلأ مثل ما قال الوزير الحسين الحشحسن توقيع المرسيم موضوع أساسي وهو يمسأل بالشراكة والميثاق والأخير واللي على أساسه نزلوا على الشارع ويممكن يرجعوا ينزلوا على الشارع ويرجعوا ينسوا الناس قصة النفايات أو يغطوا أو يستثمروا أو ما بعرف يفوتوا ببعض يعني إن شاء الله لا بس إنه فيه خطر من هذا الموضوع أنه تغلب المطالب السياسية على المطالب المطلبي نعم على الحراك المطلبي هذا الصحيح أنه الاحتدام السياسي اللي حاصل في لبنان واللي أنا سأتجنب الكلام عليه لأنه هذه من الأسباب اللي خلتني عيش بعزلي عن السياسي لأنه معروفة عند كل اللبنانيين بس عندي سؤال أسأله هل هناك مشكلة في المشاركة في لبنان أو لا هذا نظام الموجود على قاعدة المشارك وأنا ماني مؤمن بالمشاركة أنا إنسان علماني أنا مؤمن بالدولة الديمقراطية المدنية لا طائفية وطائف يكونوا بمجل الشيوخ عالب بس هلأ أنا بهذا النظام الطائف اللي هو نظامه واللي عم بيشتكوا منه بس هذا هو لإلون واللي هذا اللي هني ضده بس إني معه هذا النظام فيه وبيخليهم موجودين يعني وبيظلهم موجودين ولهم متشابسين هل فيه بالفعل مشكلة مشاركة يا ملع أنا برأيي نعم فيه مشكلة مشاركة وهي مشكلة المشاركة قتلت في السابق شيء اللي التيب المقدمة أنه بالزمانات صار فيه حراك مطلبي بين السبعين والخمسة والسبعين شو اللي ذهب بهذا الحراك المطلبي فيه المسألة الإقليمية اللي هي المسألة الفلسطينية وفيه شيء داخله اسمه المشاركة كان طيار سني كبير من البلد يريد المشاركة هينحلت أمتى بعد الحرب اتفق الطائف نعم ظننا أن هذه المشاركة سوف تكون بالحقب السوري والوصايا السورية ما كان فيه مشاركة كان فيه قرار سوري بيتنفس تفلوا السوريين الان وقتنا فلوا السوريين الهلأنية والمشاركة معطوبة إما من هذا الطرف أو من ذلك مشاركة بين مين ومين هي المشاركة المناصفة بين كل المكونات هناك بالفعل مشكلة اسمها المشاركة كيف تحل هذه المشكلة بحقوق المسيحية لا نحن حقوق السنة نحن 15 سنة محرب لحد تقدرنا كسبنا مجلس المزراء نحن نترأسه بشو لذلك هناك بالفعل حقيقة مشكلة حقيقية في موضوع المشاركة أما طريقة معالجتها فهي ليست بناءة على الإطلاق وإنما تذهب إلى فرط الشراكة فرط الشراكة بمعنى أنه نذهب إلى المجهول المجهول ربما يكون مطلوب من البعض أما الأشخاص اللي بتوقع لو كنا بوضع غير هذا الوضع الإقليمي المخيف والمرعب جدا أنه الذي يحرك الوضع ربما يكون الدم وتتجأ صحيح لا ما بتتجأ لا نسكر من كل المطارع ربما يكون الدم نحن معنا قدرة أنه العسكر يدخل بالسياسي حتى يعمل حركة حركة عسكرية حتى يساعد الناس أو يساعد السلطة أو يعمل مرحلة انتقالية نحن معنا هذا أرجو هذا برات الملعب مين اللي بدي يكون ملعب أنه إذا كان فيه قدرة على أنه تحريك هذا الوضع يستدعي تحريك الشارع وأن يهز أركان هذا النظام لإعادة صياغة نظام مشاركي حقيقي ما بين القوى السياسية واحدة يفكر أنه فيه نظام تاني بديل أحسن منه أحسن من هذا بدي يكون أسوأ بس نظام مشاركي يقبل به الجميع هذا يتطلب حضوره في الشارع ونزوله إلى الشارع آمل أن لا تسفك فيه الدماغ بس أنت هذا بيأدي لمؤتمر تأسيسي طريقة شو مؤتمر تأسيسي يا خي ما فشل هذا النظام منقول ليش فشل معروف هذا النظام وصل لنهايته جلسة مالس وزراء بتدلع لها الموضوع واللي بدي يجي بعدين هو ما بعد طيب هده فشل كليا مش قادرين تفتحوا بقى مؤسسي من المؤسسات والمؤسسات الماشية عبتع رجع على إجرية اثنين طيب شو بعد شو المطلوب ما في حل بتروع الشارع الشارع بودي لوان للعنف وإلى العنف ومن بعد منه بيكون في مؤتمر تأسيسي مؤتمر تأسيسي لربما ما بيأخذ زمن طويل ترى هو الدوحة بتعرف وداش بقوا بالدوحة كم يوم بقوا بالدوحة وداش راحوا وداش ضلوا بالشارع موجودين ضد بعض وللبعض مليون بمليون مش مليون ولا ضلوا بعض وما وصلوا للمطرح إلا ساعة اللي صارت 8-7 أيار أو 8 أيار بتذكر وراحوا فيه على الدوحة لحتى يعملوا صيغة مؤقتة لانتخاباته رئيس جمهورية وحكومة لا أكثر ولا أقل مش نظام أما تغيير هذا النظام والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي تذكروا أنه من وقت أطلقت 13 نيسان عام 1975 لم يتوقف اللبنانيون إضافة إلى القليم إضافة إلى الدول الكبرى من البحث الدائم عن حلول لبنان وما قدروا وجدوها إلا بعد سلسل الحروب دمرت لبنان بإتفاق الطائف ولن يجدوها حتى لو رجعت حصل هلأ لي بيعملون تسوية في الشراكة مش قادرين ما حدا قادر يحصم أكثر من هاي والعامل الدائم والعامل الخارجي ما رح يقدر يفوت لجوه وبشمل مصلحة فوت لجوه ولا مصلحة اللبنانيين مما يعني أننا نحن في حال المراوحة ما بين تحسين شروط المشاركة أو المشاركة القليلة أو إلى أن يقضي تقضي الحرب أمرا كان مفعولا في الإقليم بعد زمن بعيد فيصار إلى تسوية داخلية انطلاقة من أوامر خارجية من أوامر خارجية مدعمة ماليا يعني كل أمر خارجي بيأجي تابعه المصريات تابعه بعدهم أخر هذا الموضوع بس أنه بالآخر يعني ما نكبر عم تقول أنه ما نكبر العناوين والمطالب أنه حقوق المسيحيين وإيه الأخرية وهيك بالآخر هذه ما رح تتوفر ظروفها إلا ما بالآخر توضي يمكن الحرب حتى تحصل لأنه مثل ما قالت يعني كل وكل أنا مش معها كلمة حقوق المسيحيين في حقوق طيار لو استعمل شعار المسيحيين يرى طيار العوني نفسه أنه ليس ممثلا في السلطة والدولة بأجهزتها السياسية والإدارية والمالية والأمنية بشكل يوازي ثقله الانتخاب مش هناك حكيت عن حصة حصة لا طبعا بده حصته مش تحسين النظام ولا أنه بده أنه أنتوا إيخدين هيك أنا مثلكم بده والدليل وقتا بيقول أنه يحوى إيخدين رئيسة الحكومة إيخدين رئيسة المجلس أنا بده إيخدين مجلس الإملاق والأعمار إيخدين بلدين بيروت إيخدين هني بالفعل هيك عاملين أنه في حقوق لقوة تمثيلية غير معطات لصاحبها يريد هذا الصاحب هذه الحقوق اللي تشبه حقوقهم أنتوا إيخدين أنا بده هذا حقه في النظام المحاصص إيه بس هذي مش حقوق طواقف يعني اللي عم نحكي عنه بس هذي مش حقوق مسيحيين لأنه الموجودين بالسلطة هم كمان مسيحيين بس إذا كانوا مش تمثيليين فنقول أنه بكل طائفة فيه توحد تقريبا بالتمثيل يعني الطائفة السنية فيه تمثيل موحد بالطائفة الشيعية فيه تمثيل موحد بوجهان بالطائفة الدرزية فيه واحد أحد لا أحد غيره هو سوى وليد جمبلاء عند المسيحيين لا بش هاك المسيحيين فيه قوة متعددة من بينتهم القوة الأقوى اللي هي جنرال عون هو الطيار الوطني الحر وفيه القوات وفيه الكتائب وفيه بعدين عائلات ومناطق والأخري مثلا طيب بالبترون مين بالبترون مين ربيح بشو بالانتخابات نيابية بش الطيار الوطني لا طيب ببيروت الأولى بش موارنة المسيحية لا بش أني ربحوا فيه مسيحيين آخرين هذا ما يجعل المهمة صعبة فإن ذلك لا يحق له أن يقول حقوق المسيحيين أنا حقوق طيار الوطني الحر هذا حق يقوله لأنه لا بقولها لأنت لقم أنه يمثل الكتلة الأكبر المسيحية لا يبثل كل المسيحيين يبثل الكتلة الأكبر والغيره موجود ببير مسيحة البول سعد الحريري السنة إيه السنة حني معه معظمهم هون كيف تفهم موقف حزب الله يعني هذه كتبت كمان عن هذا الموضوع يعني موقف حزب الله الداعم الوجوما كان للعماد عون مهما كانت سقف مطالبه حليف النقيدين كيف حليف النقيدين جنرال عون ويلو هاي ويلو هاي شو تيعمل بس هاقته هاقته عم بيميل هاي عحسب هاي لا لا ما بياخد خطاب انه عطوه بمجلس نوزر يخي يقلو حقوق الأخر بس تروح وفتحوه لمجلس النواب مجلس النواب لا ميل يعني هذه الفردية لبره بس زي ما قبل يفتح مجلس النواب ما رح يوقف حد الرئيس بره ما نبين يعني نبين انه باقي واقف حد العماد عون ما نبين لك هو بينها وبينها لا بالنسبة للجنرال عون بما له علاقة بموضوع المشاركة هو معه ومستعد ان يذهب ابعد من ذلك وانا كتب لهذا الموضوع لانه الجنرال عون ما قام به في عدوان تموز لم يقم به احد على الاطلاق وهو موقف يعني عرف عن سيد حسن نصر الله انه يثمنه بشكل لا يوصف ولا يمكن ان ينساه حتى ولو انه على كفنه بس قلت انه هذا منطق الوفاء ثم هناك منطق الحجة في حجة معينة اللي كنا عم نحكي على قالوا خي في حواته اعطوا اياها قالوا اعملوا مي بدي يعطيك اهل هني موجودين اللي موجودين بالسلطة اليوم اللي هني السنة اللي هني موجودين بكل مفاصل بس قلت انه هذا بالمنطق السياسي هذا مشروع ولكن من المنطق الاخلاقي فهذا مرفوض في طلاق طلاق كامل ما بين الاخلاق والسياسة في لبنان في طلاق كامل فاش حدا رفع شعاره مش فيه ما حدا رفع مطالب سياسي وظلت ثابت عليها ما حدا إلا ما عزل التالي ومن ثم قعده اياه مجلس وزراء ما حدا كان مجلس وزراء مع بعض ونبعض وطلعوا وعادوا بعض ونبعض وصاروا اعداء بكل معنى الكلمة مثل ما بيصير كمية حتى بالحوار بإنتار المستقبل وحزب الله بيش اللي بعد في حوار حتى ما يذهبوا الابعد من ذلك هذا كل حسنته انه بعضهم بيسلموا عبعضهم نروحوا بيحكوا كلمة إنشاء الأخيرية بيحكوا كم مشكلة وهذه مشاكل موضعية أما القضايا الكبرى لا هاي بش من اقتصاصهم اقتصاصهم المحافظة على الاستقرار في حده الأدنى وحكوه بالسياسي أدنبتكم وتهجموا على بعضكم أدنبتكم لأن هذا الكلام بس الكلام بطير بالهوى بس على الأرض دققواع وهذا هو اللي يعملون وهذا شيء جيد يعني أنا بثمنه من هذه الزاوية فقط بس إنه هل هو بناء لا هو فقط مهدئ الحوار الحوار مهدئ بس وهو مشان هيك كما يحس بالله عم بيدفع أنه دي عم دي الطيار المستقبل أنه كما نحكوه مع العماد عون حتى نروي نتفي مطلوب بك مش قدرينا نحل بس بدأ بدأ مشروع الكتائق والقوات بالهزيمة العسكرية بعد دخول إسرائيل ومن ثم انسحابا من الجبل كان كل هم المسيحيين بالمفاوضات ما بين القوى السياسية بعدين عم بحكي بس لأربعة عطمين خمسة وثمانين وقبين الانسحاب الإسرائيلي حتى مع الإسرائيليين والإسرائيليين ينصحوهون أد متنازلات للمسلمين روحوا أد متنازلات للدروز وكانوا المسيحيين يرفضوا طيب شو عنا اليوم السنة يعملوا نفس الشيء لأنه السنة قوية ما نروش مهزوم يوم متى هؤلاء كانوا يتلقوا هزيمة بالجبل وفي دار الأمر والآخرين ومع ذلك رفضوا يتنازلوا السنة اليوم ما نوهزوم بالعكس بس مكبل كمان يعني طبيعي مكبل بأوطاع داخلية لبنانية بس مش مكبل بمنطقة اليوم السنة مزدهرين كليا يعني هذا اليمن عمل شو فيه بسوريا شو فيه الأخير السعودي رب نحكي باللبنان رب نحكي باللبنان شو قدرين يعملوا فيه حدوم لأنه الإقليم بره من هو قادر يدعم عمليا أي مشروع بلبنان يذهب إلى العرف ما بده حدا نعرف هذا شيء كتير منيح إن شاء الله يضلوا هكذا يعني بتدعي المستقبل إلى أن يقدم التنازل للإعماد لا أدعي أنا أعب أصف لست داعية لأحد لا داعي لعون ولا داعي أنا أصف الحالة في هذه الشراكة قلت فيه مشكلة هذه المشكلة تحل ما بين المشتركين في أكل الجبن تفضلوا عطوا شقفة الجبن البدوية هذا هو هذا هو كل شيء أكتر من هيك أنه هل هناك إصلاح بالمشاركة لا لأنه كان طيار الوطني الحر والمستقبل والحزب الله وكل الطبقة السياسية مشاركة في عدة حكومات بعد 2005 هل استطاعت أن تحل مشكلة الكهرباء تمكنت مع بعضكم مين نحن المواطنين يعني مشكلة الكهرباء عم أفتعلها مشكلة الماء شتت شط قالوا أنا عم أشتري الماء اليوم كيف يعني هذه المشاركة لن تؤمن لا مصالح المسيحية ولا مصالح السنة ولا مصالح الشيعة هذا تؤمن مصالح الطبقة الحاكمة المتمثلة بتحالف المال المصارف ويتحالف الطوائف ويتحالف العائلات والقوات السياسية اللي هن ستة أو سبعة أشخاص مش أكتر منها هذا هو بس أنه يحلوننا مشاكل حلو مشكلة الهجرة حلو مشكلة العمالة حلو مشكلة الغلاء حلو مشكلة الكهرباء مشكلة الماء شو المشكلة ما ما حكينا عم أستاذ جمهورية أستاذ نصري باي باي يعني شو باي 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 ما بقى فيه لا ما فيه أدنى من ذلك ما فيه اتفاق بالتفاق على الرئاس جمهورية أدنى من ذلك مش حفيني التفاق لأنه برح رجالت ارتفعت يعني ما قدمي ارتفع مش مزرعة صوت البطرق حتى الراعي اللي بيقول أنه ممكن قد يكون مدخل الأساسي اللي كله بطرق الراعي صارت رئاس جمهورية بيقول أكتر من أبانا والسلام يعني صارت صلات هذا خارق ما حدا اليوم عمالي بيلتفت لهذا الموضوع هذا الموضوع بالنسبة للإقليم وللعالم مؤجل أيها اللبنانيون قلعوا شوككم بأيديكم حتى بالنسبة للناس وللبنانيين يعني أنه المواطنين يعني بكل الشعارات اللي ارتفعين ما ارتفع ولا شعار بيقول أنه روح انتخبه رئيس جمهورية بلد ماشي بلد ماشي بلد ماشي بلد رئيس جمهورية هذا الموضوع بس فيه فريق بيقول أنه رئيس جمهورية بتخلي الأمور ترجط يعني بتنتخي برئيس بتغير تغير الحكومة بتعمل قانون انتخاب بتروح عن انتخابات جديدة أنه هذا موضوع ممكن يفتح الباب منعود منرجاع منألف نظام سياسي بهذه الطبقة السياسية التي كانت موجودة في زمن رئاسة ميشيل سليمان وفي حكومات تمثلة فيها السنة والشيعة والدروز والآخر هذه الطبقة السياسية تعود لتحكم بنفس المنطق الذي حكمت به يعني بتقول حتى وانت جديد من خلال أنه قانون انتخاب وضع قانون انتخاب جديد ما فيه إمكانية كمان حتى لوضع كمان بهذا باي باي هو بدي نوضع قانون انتخابي جديد جل ما يستطيع مجيب لك لا مش مجيب هني هاي طبقة ذكية جدا هل كان فيه معركة اسمها معركة التمديد لمجلس النواب لماذا ذهبوا جميعا إلى تمديد باستثناء جنرال عون لأنه اخذ موقف ما بدأي أنا ما بديه ضد التمديد ضد التمديد يعمل له حالة عصبية ما بده هذا شيء طبيعي هذا هو وأنا بحترم هذا الموقف بقي راحوا ركد على التمديد لا تتأمل مصالحهم علما أنه إذا ذهبوا إلى الانتخابات بدهم يضمنوا أنه ما يخسروا شوية من اللي عندهم وإذا ربح الطرف التاني ما يربح أكثر من اللازم عليه هون مش أكثر من هايك وهذا لا علاقة له بالناس ولا بالمشاريع الحيوية طب آخر كلمة شو بتقول للناس أستاذ ناصري أنا هناك فسحة أمل فتحها الناس ضد هذه الطبقة السياسية وعلينا أن نختار هذا هو مضمون ما قالت لما بعد تغاد على اللبنانيين أن يختاروا واحدة من اتنين إما أن يكونوا مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة بيستحقوا كل شي اللي عمي اللي بيحصل لهم وبيدفعوا الثمن وإما أن تكون ضدهم والمكان هو هذا الشارع النظيف اللعنفي الأكثر والأقل عليك أن تختار قل لي تفرساف ليش عنه هلأني هاو هايكو هاو في أباركين لا حبيب في أبيض في أسود يسود يا أبيض أنا مع الأبيض أنا أبدأ شكرك أستاذ ناجي لحضورك اليوم معنا وبعد كل هالغياب الشباب اللي عن جد الشباب اللي فتحوا مجال للناس كلهم سوا أنه يقدروا يعبروا يلاقوا أمل ويلاقوا لغة جديدة يحكوا فيها مع حال أولا ويقولوا لا هذا البلد بلدنا هذا البلد بلدنا وهو دي الناس ناس لا اللي بيحبون واللي فيهون واللي فيهون بسبر فاروق اللي فيهون إشي كتير فنية وثقافية جميلة لا تحصى واللي بالفعل الشيء المعيب هاي السياسة العفنة مغطية كل هذه الأعمال الجميلة اللي بيقوموا فيها شباب وبنات هذا الوطن شكرا لك أستاذ نصري شكرا لكل المشاهدين اللي يتابعونا وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة